رحلة دورية لمطاردة دفء الشمس تحولت إلى إقامة إجبارية ثم بلد لجوء بحكم الواقع قصة عاشها آلاف السياح الذين تركوا بيوتهم وأعمالهم هرباً من الشتاء البارد قبل أن يفقدوا القدرة وحتى الرغبة للعودة خوفاً من رؤية واقع أوكرانيا الجديد أنا ممتنة للقدر وأشكر الله أن طفلنا لم يرى كل هذا من الصعب جداً أن نقرأ في الأخبار عن وفاة ثلاثمائة إلى أربعمائة طفلاً في أوكرانيا حتى الآن بينما اختار بعضهم السفر للبلدان المجاورة لأوكرانيا أملاً في عودة قريبة تقول السلطات المصرية إن أكثر من عشرين ألف أوكرانيين اختاروا البقاء في المنتجعات المصرية بعد اندلاع الحرب خاصة بعد أن وفرت السلطات الفنادق بشكل مجاني لإقامتهم أنتونينا بوندارينكو رئيسة جمعية الأوكرانيين في شرم الشيخ حولت بيتها لمركز تجمع وإقامة لأبناء بلدها الذين تقطعت بهم السبل حتى أنها نجحت في جمع الروس والأوكرانيين تحت سقف واحد إذ نجح الوضع الإنساني في إذابة الجليد الذي صنعته السياسة إننا نبكي معاً ونعانق معاً ونغني معاً ونصلي من أجل انتصار أوكرانيا رغم تمديد السلطات المصرية إقامات الأوكرانيين السياحية إلا أن العودة إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب أصبحت أملاً لا يخلو من الكوابيس فيوماً بعد يوم باتوا يخشون أن يتحول واقع أوكرانيا ما بعد الحرب إلى سيناريو أكثر رعباً من الصور التي تصلهم